تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدية والغدائية وتوفير المستلزمات الدراسية وشمل الدعم النقدي 107 ألاف أسرة بإجمالية 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرية كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية مجانا بالمحافظات بتكلفة 20 مليون جنيه وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في قرى محافظات حياة كريمة حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصرفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر